موسيقى لفت منتخب الشباب الأنظار بقوة في بطولة كأس العرب تحت عشرين عاما التي يقيمت بمملكة العربية السعودية مؤخرة بفضل أدائه المبهر الرائع ورغم فقدان اللقب وحصده المركز الثاني أمام صاحب الأرض والضيافة لكن أحفاظ الفراعين نالوا إشادة خاصة من كل اللجان الفنية للبطولة وخبراء اللعبة محليا وعربية قدم منتخب مصر للشباب بطولة رائعة بدأها بالفوز على عمان بهدف والصومال بهدفين في دور المجموعات ثم على المغرب أحد أقوى فرق قارة إفريقيا 2-1 في دور الثمانية وأقصى نظيره الجزائري في نصف نهائي البطولة بالفوز 3-1 قبل أن يخسر اللقب أمام الأخضر السعودي بضربات المعاناة من نقطة الجزاء بعد أن تعادل في الوقت الأصلي 1-1 برهن منتخب الشباب على أننا أمام فريق قوي يضم مواهب مميزة ورائعة إن بينها من هو محترف مثل صلاح باشا في أقوى دوريات العالم بجانبي من يلعبون محلية مثل أحمد نادر حواش ورأفة خليل وعمر فايد وعبد الرحمن رشدان وعلى رأسهم جهاز فني وطني بقيادة محمود جابر ومعه كرم مرسي ومدرب حراس المرمى إيهاب جلال يستعد منتخب الشباب للمشاركة في تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب والتصفيات المواهلة لكأس العالم أيضا إيهاب جلال معنا اليوم في الأشبال بقناة الأهل أهلا بحضراتكم من جديد ضيف النهاردة واحد من أشطر مدربين حراس المرمى الموجودين في مصر بالشهادات ما شاء الله واخد أعلى الشهادات الموجودة سواء هنا في مصر ومتحاد الأفريقي أو كمان الشهادات التدريبية والرخص التدريبية من ألمانيا أعلى الشهادات والرخص وكشغل ما شاء الله اشتغل في قطاعات الناشئين فترة كبيرة عنده خبرات كبيرة اشتغل في الدور الممتاز اشتغل في منتخبات مصر فمشاء الله عنده باع كبير جدا برحب يضيف النهاردة كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب مصر الشباب منقرنا كابتن إيهاب اشكرك كابتن إيهاب ومشكرين جدا على المقدمة الجميلة دي واشكرك على الكلام الجميل اللي انت قلته وانا طبع مبسوط لنا معاك طبع ربنا خليك يا كابتن إيهاب لو نقول لك كارد لك ولا مبروك لأداء السابق ما شاء الله منتخب مصر الشباب ومطولة كاس العرب أداء أكثر من رؤى المصرين كلهم يعني اتفرجوا على منتخب مصر الشباب الروح لداء العزيمة وانت خسران بترجع وبتكسب ما شاء الله في عندنا منتخب مبشر الحمد لله طبعا زي ما الناس كلها عرفت والناس كلها شافت يعني عملنا بطولة كويسة جدا عندنا لعيبة كويسة قوي من جميع أنحاء المصر يعني الأندية الكبيرة في مصر طبعا مش عايزة أقول هارد لك يعني احنا طبعا خسرنا بضربات الجزاء مباراكة تماشية واحنا كسبنا كل المباريات وخسرنا بس هي ضربات الجزاء حتى المباراة النهائية متعادلين فيها في الوقت الأصلي بتاعها فطبعا نقطة الجزاء دي طبعا توفي وعدم التوفيد طبعا فالحمد لله أنا اللعيبة كلها ما أسرتش كله قد بشكل كبير احنا كنا في مدينة أبهى كان فيه مرتفع شوية عن سطح البحر كان النفس شوية بس رغم كده ان احنا شوفنا منتخب السعودية هو اللي كان يعني جالوا كرامبات كتير واحنا اللي كان منا احنا كنا وقفين على رجلنا كويس جدا أنا شايف ان ما فيش حد أأثر من الجهاز ولا اللعيبة ولا ولا بالجهاز الطبي يعني كل الشيء كان بصراحة في البطولة رائع جدا بنشكر طبعا المملكة العربية السعودية بنشكر الجمهور المصري اللي سندنا اللي كنت لعبه في مصر والله بنلعب أكتر من مصر يعني احنا شوفنا احنا نعبنا البطولة العربية في مصر ما كانش فيه حد موجود لنا انما الجالية المصرية في السعودية احنا نشكرها جدا وقفوا جنبينا حتى كل مباراة كان يجونا تحت الفندق وفرحانين جدا حتى المباراة النهائية مع منتخب السعودية كابتن وسامة ما فيش حد كان زعلان كله قد يعني ده بصراحة ده فعلا الجمهور الواعي اللي بيفهم ان اللعيبة مؤثرتش فعشان كده بشجعينهم ولعبة صغيرة ولعبة صغيرة جدا حتى بعد المباراة واحنا كلنا جايين زعلانين يعني احنا خسرنا بدربات الجزاء جمهور كله جي عندنا في القتيل وبيرحب بينا ويعني مبسوط جدا ان احنا وصلنا للمباراة النهائية وخدنا مركز تاني طبعا انا مش عايز اقول ان احنا خسرنا احنا خسرنا بدربات الجزاء انما المباراة احنا خسرنا كل المباريات معادة المباراة النهائية ان احنا اتعادلنا فيها واخصنا بضربات الجزائر وده حظ وده توفيق من عند ربنا الحمد لله سعودات مهمة جدا في المباريات اللي اعتوالدتوا أمام منتخب عمان عمان سومال كونس مغرب لا سوريا المغرب جزاير سعودية يعني انت بتكلم على إعداد قوي جدا جدا انت البطولة اللي كانت في مصر ما كانش الأداء المنتظر بس البطولة اللي كانت في السعودية ما شاء الله الاستعداد فرق معاكم قبل البطولة الاستعداد والفترة الطويلة اللي كانوا معانا فيها الولاد يعني احنا خدنا الولاد من فترة طويلة عملنا يعني انت الدولي وقف انتهى من بدري من بدري فجمعتوا لعبة فترة كبيرة من شهر 25-25 تقريبا أو 21-5 لغاية البطولة اللي هي يوم 21-8 لغاية سوري من 21-7 لغاية 6-8 أو 7-8 المباراة النهائية اللي حافظوا كويس اللي حافظوا تحفظ الخطة اللي انت هتلعب بيها التكتك اللي انت هتلعب به يعني شيء رائع يعني إحنا يعني هتكلم برضو عن الولاد وعن حراس المرمى فإحنا عملنا استعداد كويس جدا الولاد بصراحة كان عندهم شغف وعندهم انه يلعبوا بطولة ويعملوا اسم نفسهم ده شيء رائع جدا وشيء جميل وده اللي احنا شفناه من خلال البطولة ومن خلال المباراة ومن خلال المباراة اللي ودي إحنا لعبنا مباراة مع الإسماعيلي الفريق الأول تعادلنا معها 0-0 لعبنا مع الجيش الإعداد للبطولة لعبنا طلاق الجيش الفريق الأول طبعا تعادلنا واحد-واحد يعني أولاد كانوا بصراحة عندهم شغف وعندهم أنهم يعملوا حاجة نفسهم والإسمهم والبلدهم فده كان شيء رائع وبصراحة محدش أثر من أي حاجة كانوا عارفين ومتابعين السوشال ميديا إشهادات الناس ومتابعة الجمهور المصر هنا في مصر بالمباريات وبدأت الجمهور تعرف أسماء اللعيبة في الهندية من بعد المباراة الأولينية بعد مباراة عمان لأن مباراة عمان كان أهل والزمالك كاس كان مباراة الأهل والزمالك فكانش الناس لسه دخلت في البطولة من بعد مباراة عمان كابتن أسامة ابتدى الناس كلها تتكلم ابتدى الناس كلها تشوف ابتدت الناس كلها تاخد بالها لأن حوالي كان حوالي 26 قناة زي على المباراة يعني 26 قناة على مستوى البطولة العربية كلها فأنا شايف أن الناس حتى اللعبة بقيت تاخد بالها أهليهم بقيت يكلموهم شوفنا الدكتور أشف صبحي أما جي بقيت يتكلم معنا فيتوريا مدرب المتخب الأول كان طبعا معنا بيتصل بنا على طول فأنا شايف أن الاهتمام كان زايد جدا وكان الاهتمام رائع جدا من الدولة ومن الصحافة فيتوريا كان متابع كابتن محمود جابر وجاز الفني اشتغلوا على النقطة دي بشكل جابي حلم إنما قلتوا للعيبة النهاردة المدير الفني للمنتخب الأول متابع اللعيبة فالنهاردة ده كان حافز ليهم حافز وكان بيتكلم على طول معنا فيديو كول على طول كل يوم كان تواصل والدكتور أشف صبحي وزير الرياضة كان متواصل معنا جدا وحين المباراة النهائية برضو كان فيديو كول بيتكلم مع اللعيبة وبتكلم معنا كلنا ده كان أنا شايف كان اهتمام رائع جدا واللي أولاد استغلوا الاهتمام ده بمباراة كويسة عملوها أصعب مباراة في المطول العيب كنتم كده ونتم نزلين اللعيبة والجهاز الأنم المباراة المغرب وجزائر بعد ما صعدته من عمال والصمال خلاص بقى الأدوار الإقصائية زنبول لأن غدتها خبتين أسامة أنت بتطلع أول المجموعة هتلعب أول مجموعة يعني أول مرة نشوفها يعني كان ما تبقى أول مجموعة بتلعب تاني مجموعة تاني تاني المجموعة إحنا لعبنا أول مجموعة والجزار كانت أول مجموعة فإحنا مباراةين صعبين جدا وانتعارف طبعا اللعب مع شمال أفريقيا بيبقى عمل إزاي بين مصر وشمال أفريقيا بتبقى عاملة إزاي بس لي لأن أنا كنت متطمن من حاجة أكثر من الصومال مثلا يعني كنت تلعب مع المغرب أنا كنت متطمن لأن دي لعبة كويسة كنت بكلم مع الأولاد والحراس أنك هتلاقي فرقة لعبة كويسة مش هلهلية عندها خبرات وبتلعب كويس فهتلاقي نفسك بالتبعية بتلعب كويس فأنا كنت متطمن بس هي مباراة طبعا مغرب وبتلعب الجزائر الجزائر دي من أحسن فرقة شفتها بتلعب في شمال أفريقيا بصراحة يعني مباراة المغرب منتخب مصر كان خسران واحد وقدر يرجع صحيح صحيح الضغط النفسي وانت خسران ده منتخب المغرب منتخب قوي وترجع برضو ده يعني فيه شغل جهاز فني الشغل كبير وشغل كتير جدا واللعيبة بصراحة قدت وعملت مباراة كويسة جدا ضد المغرب لأن فرقة المغرب فرقة لعيبة كلها كويسة ولعيبة كلها محترفة ولعيبة كلها عارفة بتعمل ايه في الملعب فانت اما بتلعب مع المغرب وترجع يعني معناها انك انت فريق كويس يعني انت فريق قوي فريق محترم فريق اعتمد عليك فانت انك ترجع للمباراة المغرب ده شيء رائع وانا شايف ان هاي اللعيبة قدت واجهاز فني طبعا عمل الشغل اللي علي احنا عندنا اتنين محترفين بس في متخب صح كده معنا احمد نادر احمد نادر والسيد والحارس المارمى طبعا وعندنا صلاح باش صلاح باش في رزي الايطالي صحيح قدام ممكن نشوف محترفين اكتر يعني بعد ما شاء الله الفرقة سماعت بعد كاس الامم اللي جاية كمان موجودة في مصر صح صحيح يعني دي فرصة للولاد دول فرصة للولاد ولازم يثبتوا نفسيهم بس اهم حاجة تثبت نفسك انك انت يعني تدي حق مصر وحق المنتخب عليك انك انت لازم تقدي كواس عشان الفرصة اللي بعدها انك تحترف برا لو انت عاوز تحترف برا